عود لألكم مشاهدينا وفقرتنا التالية رح نحكي فيها عن علم الإزاتريك وكيف بنمى المقدرات العقلية عند الإنسان رح حكي بهالموضوع أكتر مع الباحث بعلوم الإزاتريك السيد دياد شهاب الدين أهلا وسيئة أهلا فيك أهلا فيك كيف صحتك الحمد لله طبعا بداية قبل ما نتوسع بالحديث عن علم الإزاتريك وكيف بنمى المقدرات العقلية عند الإنسان ده نحكي شوية عن علم الإزاتريك لأنه باستمرار بيتناول العديد من المواضيع اللي بتختص بالإنسان خبرنا أكتر عنها العلم الإزاتريك هو علم باطن الإنسان أو علم الخفاية في الإنسان الإنسان عم بيعيش بحياته عم بيصير معه كتير حوادث وأمور مش عم بيعرف شو أسبابه أمرار وأمرار بيتركه للحظ أو لارد الصدفة أو هدي مشيئة الله إجا الإزاتريك اللي هيو كلمة إزاتريك بالأصل كلمة يونانية للأصل معناتها كل شي داخلي خفة بالإنسان طيع عرف الإنسان على مكنولات نفسه لأن الإنسان مش بس جسد وروح الإنسان سبع أبعاد وعي بتبلش بالجسد بعدين الهاني الكهرومانطسية لحول الجسد أو بيسموها البيو بلازما بالألم والأورة أو اسم الأورة يليها جسم المشاعر والأحاسيس كلنا بنشعر بنحس بنغضب بس ما في عنا عضو مختص بهالشي الإزاتريك وضح أنه في جهاز وعي لمرئي زبزل التكوين مختص بالمشاعر يليها العقل فالإرادة فالروح يعني بيبدى من اللواعي لما عم تقلي بيتعامل مع كل شي بالإنسان من داخله يعني كأنه بيتعامل مع اللواعي عند الإنسان الإزاتريك بيتعاطى مع الواعي الظاهري وبيفرق بين الواعي الظاهري الواعي الباطني اللواعي واللاشعور واللواعي لأنه كل واحدة من هول إلى معنى وكل واحدة من هول بتأثر على الإنسان بطريقة أخرى فالإزاتريك هو علم شامل كامل بيتعلق بكل شيئه علاقة بالإنسان واليوم الإزاتريك صار منتشر بكل الدول العربية وبعض الدول الأوروبية وبأماركا عبر موقعه الإلكتروني وعبر المركز الجديد الفتاح بالحازمية وفي المؤلفات التي تبالغت أكثر من 70 كتاب بسبع لغات وقريبا نزل كمان باللغة الروسية وكل الانطلاقة الإزوتريك هي من لبنان بنشأه لبنان فهالعلم هذا اجت حتى يخبرنا أكثر شو هي هالأشي الخفية فينا شو هي الأجهزة الوعية الخفية فينا وكيف فينا نطورها هالأجهزة الوعية حتى نقدر نستفيد منها حياتيا عمليا بمهامنا اليومية بأشغالنا بعلاقاتنا ببيتنا بكل هالأمور هاي يعني وكأنه علم بساعدنا لتخطي الصعوبات يمكن لنشوف الأمور من حولنا بطريقة إيجابية صح وهذا الشي اللي بيبيننا نحن العلم بيعترف ب2-3% والإنسان عم يسعمل ب2-3% من طاقاته العقلية أو الفكرية في 97% ما منعرف شي عنهم أو ما منعرف كيف نشتغل فيهم أو كيف نوسعهم وبيقولوا أنه أنشتاين وصل بين 11% و 17% فبالأحلى كيف إذا الإنسان عرف شو فيهم هال 97% واشتغل عليهم اللي يقدر يطورهم وين قادر يصير الإنسان وين قادر يوصل وشو قادر يحقق هذا الأهم إيجاب الإيزوتريكلا يقدم من ضمن المعارف كيف فينا نطور هالخلايا هاي كيف فينا نفتح وعينها عبر المعرفة اللي عم بقدمه والمعرفة هي بتطبع عمليا حياتيا ويقدر كل الإنسان يلمس نتائجة المباشرة عليها وعلى اللي حاوله حلو حلو كتير فعلا يعني بيساعد إذا 2% بنمط هالحياة السريعة ومنحس حالنا هالقد عم نعطيه كيف إذا منقرب على الـ 27%؟ وهن الـ 2% أو الـ 3% أو الـ 5% هن اللي عم بنواجه فيهم مشاكل الحياة عم نحس باسترس أو ما عم نقدر نتخطاهم فأصبح إذا بنقدر نعمل شي طريقة نقدر نوصل لـ 6% أو 7% أو 8% هدول المشاكل اللي عم نعالجهم بالـ 3% ونلاقيهم صعبين بالـ 5% والـ 6% والـ 7% اللي حنلاقيهم كتير سهلين وهذا هو المنهج العملي اللي واحد من المنهج العملية اللي بقدمها لإذا تريك خاصة عبر سلسة التعرف إلى تعرف إلى فكركة، زاكرتك، وعيك، ذكائك، وتعرف إلى الحب نعم، طب قبل ما نغوص بموضوعنا واللي هو كيف علم الإذا تريك بساعدنا لنم قدراتنا العقلية بدأ أحكي بموضوع هلأ ذكرته واللي هو الاسترس اللي منعاني منه أكتريتنا وإغلبيتنا وخاصة بدغوطات الحياة كيف علم الإذا تريك بساعدنا لنتخطى هالسترس؟ أهم شي نعرف أنه نحن كل شي عم نواجه بطاقة عقلية معينة أو بطاقة فكرية معينة بمقدرة احتواء معينة هالمقدرة الاحتواء يمكن ما عم نقدر من خلالها نتحمل كل الدغوطات اللي عم تجي فينا ومنحس بسترس ومنحس عباقة على جسدنا أو شو ممكن تعطينا من إفكتس على جسدنا فوقت اللي منطور مقدرة الاحتواء ومقدرة الاحتواء بتتطور مع توصيع الوعي حياتيا عمليا ساعتها قادرين نحتويها المشاكل هاي وما بتقود تسبب لنا أي مشكلة لنقدر نوسع وعينا توصيع الوعي بتم عبر أخذ المعرفة معرفة الإنسان وأجهزة وعيه تطبيئة عمليا من ناحية وعبر تمارين محددة بيقدمها الإزوتريك بمنشوراته بمحاضراته بدروس الخاصة بطلابه يلي بتساعد كل مريد أنه يفتح أكتر من طاقته الفكرية وفتح أكتر من طاقته المشاعرية ومقدرته على الاحتواء حتى هالأمور اللي عم بيصادفها ما بتقود بتكون استرس بالنسبة لأله وهذا الشيء بيصير عبر تمارينه وقدر كل الشخص ياخد أي مؤلف يطبقه عمليا بحياته ويشوف قداش فيه أمور بتتغير نظرة الإنسان عطول بسترسه لما بينظر الإنسان لبره وبيعطي كل المشاكل سببها لآخر بالإزوتريك بيوضح أنه سبب كل شيء عبيواجه الإنسان هو ذاته هو نفسه هو سلبياته إيجابياته الموجودة فيه إذا اليوم قدر يطور إيجابياته وإيجابياته إذا قدر يتصالح مع ذاته إذا قدر يتصالح معه بيوضح أن يعرف ما هي نفسه أول شيء لأنه هو مصالح مع ذاته هون بفراء الإزوتريك بين النفس والذات النفس هي المشاعره فكره وجسده الذات هي الذات العليا فيه إلى المحبة والأراضي بالروح لأيب بينما نقول كل المشاكل هي مشاكل نفسية لما الوحف بده يحقق ذاته بده يتصالح مع حاله عندما يتصالح مع حاله بده يعرف حاله من شو مقلفه بده يعرف شو سلبياته شو إيجابياته كيف يغير سلبياته لإيجابياته كيف يطور إيجابياته ويقوية ساعته بيوصله بينعم بالهدوء الداخلي وساعته قادر يحتوي كتير قصص بحياته وكتير مشاكل بحياته والأهم مثل ما كنا عم نقول كل ما طبق هالمعرفة بحياته عمليا لحيط لما ستايجة كل ما قادر يوسع وعيه فيها ويعمق وعيه فيها ساعته قادر أكتر وأكتر وأكتر يتطور بشغله لأنه صار قادر ياخد مهمات أكتر صار قادر يتطور بحياته بحياته العاطفية حياته الاجتماعية وبكل النوعات طب لنغوص بعلم الإزوتريك ونوصل للي عم تحكي عنه اللي هو نقدر نشوف سلبياتنا ونحولها لإيجابيات وحتى الإيجابيات نطورها هل هالشي بده يستغرق وقت؟ أبداً وهل هو فقط بيقتصر على قراءة الكتب أو الانتساب للمحاضرات وتطبيق التمارين اللي عم تخبرني عنا؟ هو بالمبدأ ما بده وقت لأن الإنسان بالإزوتريك هو منهج نهج حياتي طريقة حيات أنا وقعت عنا وعم بسوق سيارتي أنا وفي مكتب فيها أعرف شو عم بيسير معي فيها أعرف أنه هلأ عم بعصب وليش عم بعصب وشو هي سبب العصبية اللي عندي قادر شوف لأيش أنا مثلا هلأ عم بحقود أو بكره أو بغار لأنه هلأ حسيس عم تمرق معي أنا وبيحياتي فما بدي أن أعزل عن الحياة لإدرس إزوتريك أريد أن الإزوتريك أفهم كيف يعالج هذه الأحاسيس والأفكار السلبية في حياتي اليومية وكيف أريد أن يطبق أول شيء مع نفسي لذلك لا يريد وقت كإزوتريك أهم شيء أن أي إنسان مريد يجب أن يتعرف على حاله ويتعرف على الكاتالوجي الذي يسمى الإنسان ويتعرف على حاله من جوه يريد شيء يساعده والإزوتريك يجب أن يضويله على حاله من جوه ساعته وقت يشاهد حاله من جوه وكيف يتصرف وكيف يشتغل الباطن فيه ساعته قادر أنه يبليش يتعلم كيف يكون عنده سيادي على حاله ويقدر يسيطر على أفكاره ومشاعره وعلى أحسيسه وعلى تصرفاته وعلى سلوكياته ومن الوقت هذا يقدر يطوع مثل ما يريده بالمنحة الإيجابية ويتطور بحياته فمننا القصة تستغرق وقته ومننا بس محصورة أهم مشغلة لو قري كل الكتب لو حضر كل المحاضرات ما حيتطور لحياخد عنده معلوماته الأهم أنه يطبق هذا الشي حياتيا لأنه الوعي لا يكتسب إلا عبر التطبيق العملي وتفتيح المغديرات العقلية خاصة ما حيتم إلا عبر التمرين وعبر التطبيق العملي الحياتي يعني إذا أرى الكتب مثل ما ذاكرت هو حضر التمرين المفروض القرار يكون نابع من تلقاء ذاته أنه بده يتغير بده يتحصل وهذا الأهم شيء ما نعرف أنه كلنا نروح على النادة نعمل رياضة فنزبط جسمنا اليوم الإزوتريك هو رياضة فكرية وعقلية ونفسية ونفسانية بيقدر كل الإنسان يزاولها بكل لحظة بحياته تيطور المناحة الثانية اللي فيه لأن الإنسان مش بس جسد يعني اليوم إذا عمل كتير رياضة وضلوا يعصي لحيمرد إذا عمل كتير رياضة وضلوا عنده سترس كمان لحيمرد قد ما يجرب يشيلهم الأساس هو من جوه من الباطن ومن الداخل خلينا نعمل نطلع جوه ونعطي رياضة لجوه لحتى نتطور من جوه ونرجع نقول أنه أساس كل هذه العملية هو الفكر وهو أداة العقل من فكر من ذاكرة من تركيز من ذكا وشحس كل المغدرة من هذه المغدرات هي إلى دروس خصوصية بالإيزوتريك وإلى نهج معين بالإيزوتريك بيقدر كل واحد يطلق فيها ويمكن بسلسلة تعرف إليها عن الكتب نحن قدامنا تعرف إليها زاكيرتك مثلا فيها كتير تمارين تطبيقية عملية ومنهج لكيف نقوي الزاكرة وشو أنواع الزاكرة الموجودة عن الإنسان وكيف يطورها كمان تعرف إلي فكرك كمان بأول ناحية تانية من العقل اللي هي الفكر عبر القاعدة الربعية اللي بيقدمها وعبر التمارين التطبيقية اللي بآخر كتاب تعرف إلي ذكائك هو كمان كتاب بأولنا الزكا وبيعلمنا كيف نشحز الزكا فيها لأن في فرق بين الزاكرة والزكا وبين الفكر والزكا الفكر الأوي تعرف إلي وعيك كمان كيف كتاب منهج عملي كيف نطور وعينا ونوسعه وأخيرا فيه اللي هو الأهم لأنه قد ما قويت قوي الفكر إذا ما قويت المشاعر مزامنة معه منشان هيك بيجي كتاب تعرف إلي الحب ليعلمنا كيف أصول تنمية الحب الواعي بحياة الإنسان كيف يأسس حياته بطريقة بزبوطة لأنه أهم شيء يخلق التوازن بين الفكر والمشاعر قد ما يقوى الفكر لازم يكون كمان عم تقوى المشاعر معه وهيك بيتطور المقدرة بقدرات الإنسان وأهم شيء مقدرات العقلية والنفسية يعني هالسلسلة المترابطة وهالترابط إذا فينا نقول بين هالأعضاء كلها جسدتوها بهالكتب يعني لكل المشاهدين اللي حابين يتغير حياتهم فيهم يحصلوا على الخمس كتب وقدي بتعطيهم نسبة إن رح تتغير حياتهم قديش بيتطبي قديش بيتغير وبحب بذكر أن نحنا عنا سبعين كتاب يمكن لأنه اليوم الحلقة عن المقدرات العقلية ركزنا عليهم بس كل الكتب تتعاطب المقدرات العقلية والمشاعرية والجسادية وتوسيع الوعي هولي خمسة من سبعين لا يقدر الواحد يعرف كل شي عن حاله في يدو يقرأ في منهم بقالب قصصي في منهم بقالب تقني في منهم متلوعين الكتب وغنية حتى في كتب لطلاب الإزوتريكي ينتهجوا وبعد السنين اختبروا وقدموا خبرتهم كمان عبر كتب لقلهم فالوقت ما بده وقت باللحزة يقرأ ويتبدأ فيها باللحزة يلبس فيها النتائج وهذا لازه شي لأنه الباطن حاضر بس نحن ننتبه له ونوعيه ونعطيه اهتمام لحتى يساعدنا ويطورنا ونتطور من خلاله نظرا لأنك ركزت كتير على أنه العقل هو الأساس سواء للتغيير سواء للتعامل مع كل الأمور اللي بتصير من حاولنا هون الإزوتريكي كيف بعرف العقل؟ العقل هو جهاز وعي خفي لمرئ زبزبية التكوين النصه موجود بالنفس الدنيا اللي قلنا بيتأثر عبر الفكر بالمشاعر وبالجسد والنص الثاني اللي إله علاقة بالإبداع وبالخلق وبالحدث وبهالأمور المتقدمة كمان موجود بالذات العليا أو بينتمي للذات العليا اليوم أهم شي نعرف أنه الأداة الناشطة من العقل بالإنسان هي الفكر فإذا قدر يطوع فكره قدر يسيطر على فكره قدر يحط فكره بمنحة إيجابة سأتى قادر هو أنه يقدر يسيطر على كل شي موجود بكيانه اليوم إذا الواحد يعصب لا يوجد شيء للعصبية عن طريق الفكر إذا اليوم نحن نعطي مثل كثير بسيط إذا نأخذ من عشر سنين الإشار كانت تعصبنا اليوم نتطلع فيها ونقول ليش كنا نعصب عليها ليش لأنه تغيرت الحالة أو الحدث اللي تغير الواحد أنه توسع وعينا وقوي فكرنا عبر تجري حتى نظرتنا للموضوع تغيره سأصبح كل شي عم يبلش عبر الفكر معناته اليوم إذا بيأخذ هذا الفكر وبقوي وبنشطه وبقوي معه الزاكرة والتركيز والزكا والوعي وكل هالمعدات اللي معه ستقدر سيطر على مشاعري ستقدر سيطر على جسدي ستقدر طوع جسدي شو اللي ميح لقلو شو اللي مش منيح لقلو مشاعري كيف فيديات تتجه بأي اتجاه تتروح كل الأساس القائد العملية كلها هو الفكر فاليوم الإزوتريكي يمكن هو المدرسة الوحيدة اللي بتركز غير عن التأمل غير لأنه موجودين كلهم كمنهج بالإزوتريك بتركز أهم شي على تقوية الفكر بالإنسان لأنه كل مشاكلنا بالحياة أو عدم قدرتنا عمواجهة المشاكل بالحياة هي من نتيجة ضد ضعف الفكري قديش الفكر قوي قديش سريع قديش واعي قديش قادرين نحنا نواجه في كل شيء كيف الإزوتريك رح يساعدني إني قوي هالعقل عم بتقلي فيه تمارين تطبيقية نعم هالتمارين هي عبارة عن شو؟ هالتمارين هي تمارين نفسية دعتيك مثل اليوم نحنا مثلا عن طريق الفكر معاودين إنه نفكر ونستنتج أو نحلل ونستنتج أو أمرار نقارن أو نميز ونستنتج إجا الإزوتريكي يقدم قاعدة رباعية كل واحد يجب يمرن فكره على هيد القاعدة لتكون استنتاجه مضبوط يلي هي تفكير تحليل تمييز استنتاج عندما يتعود فكر بكل شيء يصادفني بالحياة بطريقة إيجابية يقوى هذا الفكر وطبعا في تمارين كتير بآخر كل كتاب خمسة تمارين يتخلي كل واحد لمدة خمسة دقائق باليوم يعمل هالتمارين ويشوف قداش فكره عم يتطور قداش زاكرته عم تتطور قداش زكاية عم يتطور قداش في وعيه عم يتوسع وصار قادر يشوف اشياء اكتر هادي واحدة من نفسه من الأمثال والأمثال عديدة بس أهم شي نعرف كيف الفكر بيشتغل ونعرف شو هي القاعدة اللي يزم تشغل فكرنا وطريقة المتخلينا نشتغل من خلاله اللي نقدر نوصل لفكر أقوى حلو حماسنا كتير المشاهدين اللي يتعرفوا على علام الإزباليك لكن الأشخاص اللي بيحبوا يروحوا على المحاضرات ويعرفوا هالعلم أكتر ويتوسعوا فيه نحن محاضراتنا تقريبا بكل مناطق لبنانية بس بالأخص عم بيصفي كل الجمعة رابعة من كل شهر السبت الأول من كل شهر والتنان الثالث من كل شهر بمركزنا بالحازمية بالحازمية كوميرشل سنتر على الطابق الأول اذا الجمعة الرابعة كل التنان الثالث والسبت الأول من كل شهر يعني السبت الجاي بواحد الشهر بيكون في عنا كمان محاضرة والدعوة مفتوحة للجميع واللي بيحب أكتر يستفسر عن العنوان نترك رقمنا 03773342 أو 0302 972 ونقولون أهلا وسهلا بكل حاب اللي حابين يعرفوا أكتر عنها والكتب موجودة بكل المكتبات كتبنا موجودة بكل المكتبات موجودة حتى بالمركز أي مكتبة موجودة على النيل والفراط على السايت فيه أي واحد أي مكتب يزور يطلب منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء الإزوتريك بيحصل على الكتب فيه على السايت وفيه يتفضل على المركز كما فيه يخد كمان الكتب يحصل على الأرض طيب كان نصيحة منك لكل المشاهدين اللي يتحمصوا يتعرفوا علم إزوتريك وحابين يبدأوا بقراءة أول كتاب شو بتنصحون يكون أول كتاب يشتروه؟ حسب كل إنسان فيه عنا سبعين كتاب بستان وملان ورود كل واحد شو حابب يتناقصه فيه يختار يلي عنده نزعة أدبية فيه يختار من الكتب الأدبية يلي عنده نزعة قصصية فيه يخد نزعة قصصية اللي عنده أكتر علمي كما فيه عنا كتب علمية وفيه عنا وقت منحكي بالسبعين كتاب بس ما تخلت تعرف فيه عنا محاضرات جزء تاني المحاضرات اللي بيعرف عن الإزوتريك فيه عنا سلسلة تعرف إلى ذاكرتك تعرف إلى فكرك ووعيك وزكائك أو تعرف إلى الحب فيه يتطلع على أي كتاب من هول وفيه يطلب أي كتاب يبلش فيه لما بيقرأ بأول كتاب ع طول الكتب هي مثل طريقة السهل الممتنع فيه يفهم من وين ما بلش واللي حابب أكتر تسال أرام تليفوناتنا موجودة وفيه يتصل فينا ساعة البدو وندقية على المحاضرات ونقعد نحنوية ونخبروا أكتر ونساعدوا أكتر إذا حاببوا مهتم بالعلوم يعطيكم ألف ألف عافية شكرا لألك وشكرا على المعلومات القيمة الإسلامي